Peace be up on you, This is Mr.Mحمد طلحا and you're watching Learn English with Mr.طلحا حباكي النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفرق بين Another and Other Again... Another and Other يا ترا الفرق بين another و other طبعا الفرق المعروف لنا أن another ليجي وراها singular noun يعني اسم مفرد أما Other ليجي وراها اسم جمع plural noun. يعني لما اقول لك I want shirt. واجه اقول لك اختار. هنا لازم تقول I want another shirt. يعني انا عايز اميز تاني. يبقى ازا هنا لما اقول لك ليه? هتقولي لان shirt ده مفرد. فلازم اقول another shirt. اما other معروف ان بيجي وراها اسم جمع. فبالتالي لما اقول لك احمد would like to visit countries. يعني احمد عايز زور دول تانية. طيب يطرح اقول another countries. يعني اكتر تانية ودول تانية. ولا هقول other countries. هنا لازم تقولي other countries. ليه مصر? قال لي عشان countries جامع ولي بيجي قبل الاسم الجامع هو other مش another. تعال نشوف بقى اختلاف مهم جدا له other وanother وهو that. اداة التعريف ذا يطرح بتيجي قبل other ولا another. قال لي ان اداة التعريف ذا بتيجي قبل other. يعني ما ينفعش تيجي قبل another. وهنا بقى مش هيفرق يا ترى جاي بعدها اسم مفرد ولا اسم الجامع. يعني لو انا قلت لك I want the shirt. اه لو قلت لك انا عايز الاميس التاني او الاميس الاخر. هنا بقى لازم تلاحظ ان فيه the. يبقى لازم اقول the other shirt. ما ينفعش اقول the another shirt. وعايزك تلاحظ لما قلت the other shirt اللي جي وراها اسم مفرد مش اسم جامع. لان عادي جدا ان انا اقول I want the other shirt. لان the other عادي جدا ان يجي وراها اسم مفرد او اسم جامع. قال لي طبعا حاجة مهمة خاصة بكلمة other ان انا ممكن احط لها اس وهنا ما ينفعش يجيب وراها اسم. لانها هتبقى ضمير عايدة على اسم. يعني لما اجا اقول لك some people are rich. يعني بعض الناس اغنية. لما اجا اقول لك other or others are poor. اللي هنا طالما ما فيش وراها اسم فانا هختار others. وothers هنا هتبقى عايدة على people. فاذا قلت others are poor. يعني اخرين بيكونوا فؤرة. طيب لو انا شلت others وعايز احط other بس. اللي هنا لازم اقول other people. ابعادي جدا ان انا ممكن احطه على other is. وتبقى others. وتبقى عايدة على اسم جمعه. وما يجيش وراها اسم. اخر حاجة بقى ازاي هحط الارقام مع الاسماء مع كلمة other وanother. يعني لما اجا اقول لك انا عايز امصين كمان. انا عايز امصين كمان. وامصين هنا two shirts. قال لي طالما فيه two shirts. قال لي two shirts. يجوا عادي جدا مع other. وممكن يجوا عادي جدا مع another. طب ازاي تركيبة بتاعتهم. قال لي بالمنظر ده. لو انا عايز another مع الرقم اللي حييجي قبل الرقم. يعني لو انا عايز اقول امصين كمان. هقول I want another two shirts. تاني. I want another two shirts. يعني انا عايز امصين كمان. طيب مع اذر لو قلت نفس الجملة مع اذر هقول I want two other shirts. I want two other shirts. يبقى ازا لو لاحزنا الى رقم two, three, four. قال لي another تيجي قبل الرقم. اما other تيجي بعد الرقم وقبل الاسم. الجملة. وبكذا يبقى اقدر تفرق بين other و another. thank you very much for watching. but don't forget like, share, subscribe. and don't forget the bell. so that you can watch all our episodes. يلا شاير لكل زمالك. خلي الكل يستفيد ان شاء الله. goodbye. السلام عليكم.